خلينا أبتدي مع حضراتكم من بيج رامي أو رامي السباعي رامي زي ما حضراتكم عارفين هو الفائز ببطولة مستر أوليمبيا لكمال الأجسام للمحترفين العام الماضي ولمن لا يعلم هذه البطولة فهي البطولة الأشهر والأكبر وليس بإمكان أي لعب من لعابي كمال الأجسام أن يصل إلى المرحلة أنه يقف على المسرح بتاع مستر أوليمبيا مجرد مجرد أنك تقف على المسرح بتاع مستر أوليمبيا ده حاجة عظيمة مجرد أنك تخترق كل الحواجز علشان تنجح أنك تكون فائز بهذا اللقب مستر أوليمبيا ده محتاج مجهود مضني وشديد احنا بنتكلم في منافسات هذا العام واللي بفضل الله الحمد لله في الجولة اللي فاتت استطاع بجرامي أن يقدم أداء ومستويات متميزة بتصل به إلى النهائي وهو قدامه مجموعة من اللعبين المميزين يعني أسماء مميزة إذا كان هنتر لابرادا الأمريكاني أو الإيراني هادي شبان وهادي شبان من اللعبة اللي بتصل كتير إلى مستر أوليمبيا الحقيقة نيك والكر الإنجليزي مجموعة من الأسماء كلها اللي هدفها في النهاية أنها تقف مكان بجرامي وتفوز باللقب اللي فاز به العام الماضي بجرامي الحمد لله تأهل إلى النهائي المباريات اللي فاتت أو المستويات اللي قدمها رامي تشي بإذنك يا رب بإذنك يا رب وتدي مؤشرات أنه سيكرر اللقب مرة تانية طبعا حضراتكم عارفين أنها بتتلعب الفجر عشان بس نبقى منت في إيد يعني أنت هتصحى الصبح إن شاء الله بإذن الله هتلعب فجر الحد هتصحى بكرة الصبح إن شاء الله بإذن الله تسمع خبر أنه بيجرامي يفوز للمرة التانية بلقب مستر أوليمبيا آآ إيه إيه يمكن مش كل الناس بيبقى عندها درجة القدرة على استيعاب إيه بقى ده يعني إيه بقى ده إيه بقى للصعوبة في كده الصعوبة في ده إن انت محتاج إنك تصل إلى سيمترية سيمترية مظبوطة ما بين يمينك وشمالك ما بين كل حتة وتفصيلة في عضلات جسمك وعشان توصل للظروف اللي انتوا شايفينها دي اللي رامي فيها في المستوىات اللي بيقدمها دي ده بالمناسبة ده فجر النهاردة ده كان فجر النهاردة فجر السبت يعني واللي من بعدين رامي تأهل محتاج إنك تصل رامي بيعمل حاجتين الحاجتين أصعب من بعض هو في وزن كبير جدا جدا ومن الصعب مع هذا الوزن أن تصل إلى الحجم العضل الكبير ده ومعه الميزة بتاعت التنشيف هي العضلات بتباني ازاي من التنشيف فعمرك ما هتعرف تبين العضلة بالسيمترية بتاعها بشغلها الجامد ده إلا إذا كان انت واصل إلى درجة وظروف معينة انت اشتغلت عليها عشان يبقى عندك الدرجة دي من التنشيف والسيمترية ده مش صعب ده مش سهل أسف ده صعب جدا جدا لأنك شغال على نظام تدريبي شغال على نظام تغزية متدرج ومختلف يكاد يكون بالأيام كمان مختلف وهي شغلتك ايه لعب محترف لكمال الأجسام فاشتوصل للمستويات اللي رامي بيقدمها دي على فكرة حاجة عظيمة جدا جدا مش سهلة خالص مع ما شاء الله الحجم العضلي ده مش سهل خالص انك توصل للدرجة دي بالمناسبة رامي فاز السنة اللي فاتت باللقب السنين اللي قبلها كان رامي دايما الناس بتتكلم عنه انه قادر يوصل لكتلة عضلية عبقرية ما حدش عايف يوصلها كان عنده دايما دفوه في حتة التنشيف من السنة اللي فاتت ورامي اخب باله من الحتة دي حتى كمان كانوا بيتكلموا على فكرة اهتمامه بالكارديو من عدمه اهتمامه بتدريبات اللياقة البدنية ده سعى لنفسه جامد جدا جدا علشان يكون بطل مستر اوليمبيا وهو داخل على اتصيات انهائية بمشيئة الله فجر النهاردة بالمناسبة فيه 16 لعب كانوا بيتنافسه كان فيه اتنين كمان مصريين لم يحالفهم التوفيق في الوصول الى المرحلة الختمية شعبان محمد شعبان وحسن مصطفى وعايز اقول لهم ده فخر كبير ان انتوا تقفوا على مسرح مستر اوليمبيا ومش شرط ان انت المرة دي تتأهل الى الجولة الختمية لانه يعني من يعلم ومن يعرف يعني حجم المجهود اللي بيبزل علشان اصلا تاخد كارت احتراف فحق لك المشاركة وتبقى موجود في مستر اوليمبيا محتاج مجهود كبير جدا جدا ومسافات طويلة من الشغل وانت عايش ايه عايش لعيب كمال اجسام عايش ايه هي دي عشتك زي عيشة لعيب كرة القدم تدريب واكل ونوم مصبوط وبالتالي محتاج حياة خاصة محتاج اللي حواليك بيتعامل معك بشكل خاص رامي ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله نفرح به بكرة زي ما فرحنا السنة اللي فاتت النفسات معيش سهلة على الاطلاق بس زي ما بقولك اللي مخلينا حاسين انه هيقدر يعمل ده انه هو افضل حقيقة من كل الناس اللي وقفوا على المسرح معاه فعلا هو افضل من كل الناس سواء من الكتلة العضلية الضخمة اللي هو وصل لها ما شاء الله ما شاء الله اللي هو اكبر ربنا يحميه ويحفظه او حتى كمان على مستوى الديفينيشن انت مفيش حتة في العضلة مش شايفة مفيش حتة في جسمه في التشريح العضل بتاعه انت مش شايفها من اول رأسه لحد رجليه انت شايف كل حاجة فده يدي لك اللي انطباع اللي احنا بنقول ورب ان شاء الله بإذن الله رامي يكون بكرة فائز بلقب مستر اولمبيا اشتركوا في القناة